قلوب بقت سودة بقت كلها كل واحد مستني للتاني على غلطة بقى استعراض مع اول مشكلة هجيب اهلي وهو يجيب اهله وهجيب لك رجالة وهو يجيب رجالة مش استعراض البيوت تبنى على السر ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى زوجته والمرأة تفضي الى زوجها ثم يصبح فيفشي سرها او تصبح فتفشي سره يعني البيوت اللي بيستنين لبعض على غلطة اللي قاعدين بيحكوا للناس كلها بيحكي لفلان وفلان وهو بتهي بتحكي لفلان وفلان وبتروح عند اهلها تحكي كل حاجة يا سلام يا سلام احكي برحتك فاتفضي برحتك اصلا زهانة انا جاي فاتفض فاتفضي ايه انت من اشر الناس الكلام اللي بتقولي ده انت من اشر الناس عند الله منزلة درنامي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم انت من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى زوجته ثم يصبح فيفشي سرها والمرأة تفضي الى زوجها ثم تصبح فتفشي سرها بنحكي برحتنا ونتكلم ونقول واصل احنا بنفضفض اصلي احنا صحاب من زمان اصلي امي دي صاحبتي اصلي ده صاحبي في شغل كذا ونبدأ نحكي ونقول الحلوة والوحش ونقول الطيب والخطأ نقول الصواب والخطأ وبنحكي لبعض وبنتكلم وبعد كده البيوت بتفسد وبتخرج والعلاقات بتخرج يا جماعة ما ينفعش يا جماعة كان زمان البيوت من طين كانت البيوت قوضة وصالة فيها اسرة كبيرة ولكن كان فيه اتساع في الصدور كانت تحس ان انت عايش في الجنة تحس انت عايش في سعادة ما بعدها سعادة ما كانش فيه كل الحاجات والهيلمانات اللي بنشوفها دلوقتي وما كانش كانت البنت بتدخل بحاجات بسيطة والولد كان ممكن يتجاوز الشاب كان ممكن يتجاوز باشياء بسيطة جدا كفاية سرير ودلاب ممكن سرير ودلاب ولو كان بعشان خاطر فيه حد جاي يقعد ولا يقابلهم كل ده كانوا عايشين في سعادة وفي هناء وفي سرور كانوا بيعيشوا كده الان كل حاجة موجودة كل حاجة موجودة اللي هتقضينا لمدة 3-4 سنين لقدام يعني قوضة الطفل توجدت قبل ما الطفل يفكر اصلا هو انت اصلا لسه ما دخلتش عليها وبتفكر في قوضة الطفل اللي جاي اللي هينام لسه معاك سنتين رضاعة وبعد السنتين رضاعة هنبدأ ننقله بعد 6 سنين ولا 5 سنين في القوضة التانية انا بجيب قوضة النهاردة هتستخدم اول استخدام لها بعد 5 او 6 سنين واندين النهاردة وادفع النهاردة ويمكن الجوازة ما تكتملش النهاردة وانا جاي بحاجة لسه بعد 5-6 سنين ليه؟ عشان بنت فلان جابت عشان فلان جابت عشان ده لان احنا بقينا نبص البحض شوف الحكمة بتقول ايه؟ كلما اتسعت العيون ضاقة الصدور بص على غيرك برحتك بس صدرك اللي هيضيق انت عايز صدرك يتسق يبقى في العينك اللي جاب يجيب ربنا وسع ليه وجاب انما انت لا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه فانا بقول للكل ام وكل اب رفقا بابنائكم وبناتكم رفقا بمن يتقدم اليكم سبوكم من كلام الناس كلام الناس لا هيوده ولا هيجيب خليكم مع كلام رب الناس خليكم مع كلام سيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقلهن مهرا اكترهن بركة وما تخافش ما تخافيش بنتك مش هتبقى رخيصة زي ما بيقولهم الرخص والغلة انا اخترت الشخص الصح اختاري صاحب الدين اختاري صاحب الاخلاق اللي يحفظ بنتك ويحافظ عليها سيدنا النبي قال اعطيها للتقي ان احبها اكرمها وان كرهها اعطاها حقها هيحافظ عليها وهيديها حقها ومش هيظلمها فياريت نقلل في المهور وما بلاش نتجبر على اللي جاي ياخد بنتنا اختار زوج بنتك زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض